كيف أجواء برامج الأخبار؟ أجواء كتقديم لماذا لا تأخذوني معكم؟ برامج أخباركم أخباركم خذت تجربة وتعال معنا إن شاء الله هناك أشخاص يقدمون برامج ثانية أخبار لكن بطريقة ثانية بطريقة مختلفة طيب لماذا سألتنا؟ لماذا تجربونه؟ تصبح تقدمون بنفس القالب تقدمون برنامج أخباري أو إخباري أحمد ما هي اللغة؟ أنت أهل اللغة إخباري صح؟ إخباري برنامج إخباري بطريقة ساخرة لا أقيم أو أقرر دعوا نرى المشاهدين يرون المقطع هذا و يقررون بعدها هل يناسب برنامج أخباركم يمشي على هذا الرتب أو لا؟ طيب نرى أنا أتوقع أن يؤبقوني أنت أول مرة تطلع بالتلفزيون؟ لا لي برامج كثيرة استضافك برامج كثيرة؟ نعم هذا أول برنامج طيب تكلمنا عن اختراعك كيف جاء في بالك هذا الاختراع؟ ليش قررت أنك تخترع هذا الاختراع؟ على حين تقدر تطلع هذا إذا شقلت أنا كنت ذاك الليل نايم فجأة حسيت حسيت شسمه حرارة في الجسمي وحرارة في البلعيم عندي من الجو أو لا؟ نعم الجو استغير علي فجأة يعني حبيت كذا اخترت في بالي أني أخترع شيء يبرد الأعضاء الجسم يعني مثل يد الجسم حبيت أخترع بس مو جيتني الفكرة كملت نوم بعد ما صحيت من النوم جيتني فكرة قلت ليش ما أسوي ملابس؟ جميل تصير مكيفة باردة الملابس هذه يعني تعبت أنا أخترع هذا اللباس وطلع معي هذا اللباس اللي قدتها طيب وش يحتوي عليه اللباس؟ يعني اخترعته من إيش؟ هل في أسلاك جوه؟ هل حاط مكيفات؟ هل في أسلاك جوه حاط مكيفات مثلا شيء؟ لا حبيبي هذا يعني 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 هذه اللي بيتكلم عن هذا اللي بيكون فيه وبكذا أعزائي المشاهدين نختم حلقة هذا اليوم لأنه واضح أنه ضيفنا ما هبدال السالف ولا يدري عن اختراع وشيء فشكرا على متابعتكم ونتمنى أنه نكون خفيفين نظل عليكم شكرا على وجودك معنا أستاذ بنان العزيز شكرا على أتكال فعافي هذا التشارتة بأأخذه هنا اليوم لا 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 ما بعد نسوي عليه تجارب حبيبي جاي عندي وانتم اليحين تجارب وحسن أنكم مخلص منكم لا لا باقي تجارب نسوي عليه حبيبي تجارب ولا هو بعارف عن اختراع وشيء ابن حلال عطنا الشارب توقع يا فايز عقب المقطع الجمهور يقولون خلكم على أخباركم أحسن لكم والله يا عبد الحكيم أنا أقول لي خلكم على أخباركم أحسن لكم في اختراعات وفي تي شيرته والله اختراعات أحيانا ما أودك فيها الله يخارجنا منها والله خارجنا منهم عشان كده خلنا نحن نشوف المخترع نفسه المخترعين في الأخبار نفسه هم مخترعون هو الأخبار حقا عشان كده نرحب بالستوديو الأستاذ علي الهمشي يا مرحب الله سهلا عجل وآجل يعني حتى الاسم كده تحس فيه نكهة ساخرة والله شف البرنامج أو شي أحييكم وحيي المشاهدين البرنامج فكرته حلوة صراحة ترى أحيانا من تقديمنا يحسون بعض المشاهدين أنه الأخبار من كيسنا ما هي بالصدق والله من تقديم أحيانا يحسون أن الأخبار أنتوا تألفونها حنا نألفها لكن الأخبار واقعية بس حنا نبهر عليها يعني بعد ما نقول الخبار نقعد نسول فأنا وبرزيقة ويعني نعلق على هذه الأخبار يعني بس الأخبار صحيحة صحيحة حتى الاختراعات هذه موجودة وصحيحة لكن أن الفكرة التي فقرت الخبير نهاية كل حلقة نجيب الاختراع الغريب هذا لأن الأخبار تتكلم عن أخبار غريبة وأخبار ملفتة للانتباه فنهاية الحلقة فقرة الخبير نجيب هذا الاختراع الغريب ونجيب شخص كأنه ساهم في هذا الاختراع أو تتكلم عن هذا الموضوع إذا كان عبارة عن موضوع مثلا يعني نعطيها تنوع ما يكون البرنامج ممل زي التشيرت اللي في المقطع أيوة زي التشيرت جبنا برزيقة خلينا هو اللي مختر على التشيرت طيب الآن أنتم في البرنامج إعدادكم للأخبار هذه من وين تجيبونها أو خلنا نقول هل أنتم مشكلين معين تجمعون هذه الأخبار تقومون وضبطونها على القالب هذا الفارس المغوار خلف هذا الموضوع شخص واحد ما شاء وائل البنين ما شاء الله والله يعني أنا تواصله مع عبد الحكيم قبل ما نبدأ نسجل ست حلقات خمس حلقات باليوم حلو يعني المواد ما شاء الله جاهزة الإعداد فهو خلال أسبوع واحد يجهز لك ست حلقات كاملة فوائل يعني إنسان رائع جدا كويس ومبدع مع أنه حنا قربنا خالص أسبوع الجاي مخالصين تصويري إن شاء الله فبكيف يقوم خلصنا منه هو الأخبار اللي حينا نقدمها أنا تقريبا أقدمها أقدم زيها بسنام بنفس القالب بنفس العنوين أخبار غريبة قصص غريبة فحاول وائل أنه يقول لي عطني من مصادرك شوي فقلت له والله هي معاصي أنا عندي محتوي بسنامي أنا أتعب على فعل وفعلا ترى الموضوع أنا مجرب متعب جدا بدأت أن الأخبار اللي تأخذونا حول العالم يعني ما هي مقتصرة على مجتمع معين على السعودية أو على الخليجة أو العالم العربي أنا يعني تقريبا بسنابي بالأسبوع أصور مرة مرتين موضوع موضوعين وأواجه صعوبة شديدة فمن بالك بالأسبوع واحد يجيب لك حوالي عشر أخبار يعني نحن نصور بالأسبوع نصور تقريبا 6 حلقات كما قلت لكم فالصراحة وائل يبذل مجهود كبير كبير خلف الكوليس الله أعطيها العافية طيب ممكن تتذكر مواقف صارت معاكم وأنتو وأنتو تقدمون طبعا برزيقة ما شاء الله الشريك أكيد مريم مواقف برزيقة أحيانا نتفق أنا وياه على يعني فيه معين شوف مثلا مثلا نعطيه موضوع التشيرت هذا أقول شوف الحين أنت سوي كذا وأنا بسوي كذا تمام ونسوي كذا فجأة يطلع لي بشي ما اتفقنا يشطح يشطح أنا فجأة أنا يعني صارت مرة أو مرتين تقريبا أنا ما أقدر أمسك نفسي أحيانا هو برضو يعني أنا بسط الحوار يطلع لي شي جديد فأطلعه فأورزيقة يضحك فيه بعض الضحكات ممكن يكون المشاهدين شاهدوها تكون ضحكات صدقية ترى هذا جزء من متابعة تابعت كم حلقة صراحة جزء من جمالية البرنامج وهذه العفوية والأريحية التي كانت بينكم وترى على فكرة ما أمدحنا لكن غالبا نأتي للتصوير لا نعرف ما الأخبار لا نعرف ما الأخبار هذا غلط غلط أنا في حرتي أخباركم يجينا السكريبت ونقراه عزلنا غلبناكم يعني لا هو غلط غلط لازم يعني السكريبت يكون موجود عندك قبلها بيومين على الأقل لكن زي ما قلتك وائل يصير المضغوط تماما أحيانا ما يجيب لنا السكريبت إلا بنفس اليوم الصباح نحن نصور تسع بالليل ما نطلع من القناة إلا واحدة ثنتين بالصراحة يعني ظهوركم جدا جميل في البرنامج خلنا لم تابع كل الحرقات التي عرضت دعني أخبرنا من الأخبار التي تروني الآن في ذهنك أنا بداية سؤالي أتوقع جاء خبر في ذهنك هذا الخبر أبليك تقوله ما هو؟ واحد من الأخبار الغريبة في واحد ساكن طبعا بأمريكا ساكن بجنب المطار أيوه دعنا نفترض أنه هنا عندنا بالسعودية لما حفظت أسماء الولايات التي صار في هذه الأحداث الرجال مثلا ساكن بجدة عند المطار أزعجته في الطيارات فماذا سوى؟ حاول أنه يتواصل مع المطار شوفوا لي صرفه من هنا من هنا يعطونه بيت ثاني أو أي شيء يعطونه حل آه فما أحد أعطه وجه فماذا سوى؟ رقع على السطح مثلا هو بجدة الحين كتب أهلا بكم في مدينة الدمام يموه على الطيارة أي ف الطيارة وهي جاية الجدة الركاب يشوفون أهلا بكم في مدينة الدمام يشوفون ضجة بالطيارة يشغلون الطيارة وش وين ودينا أنت؟ وين جاية بنا؟ أيوه فكثرت الشكاوى وأجبرهم بهذه الطريقة أنهم يقولون خلاص إحنا بنشريرك بيت أطلع بره خلاص خلل بيتك هذا فكنا من شرك فكنا من شرك أو وش يحاولوا في ابن حال غير قالوا والله أنا حر أكتب على بيتي اللي أنا بي لكن وهذه قصة واقعية واقعية وحتى فيها صورة موجودة الصورة موجودة مكتوب فوق بيته ولكم إن مدرش اسم الولاية اللي هو فيها موجودة حتى لو يبحثون عنها الناس في جوجل ممكن يلقونا يعني طيب علي يمكن هذه تجربة أولى لك أول إحنا تعودنا علي دائم يصير في برامج للواقعية أكثر من أنها برامج خاصة في وش كيف تقيم تجربتك هذه والله تجربة حلوة والحمد الله والحمد الله يعني أنا مهما تنوعت البرامج أتكيف معها يعني أنا عندي قدرة الحمد الله أني أقدم برامج المسابقات وقد قدمت الخزنة وقد قدمت المصرف عندي قدرة أني بالبرامج الواقعية ما عندي مشكلة والحين هذا أقدم برنامج أخبار اللهم لك الحمد يعني هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى لي الحمد الله وعلي اللهم لك الحمد فبس كانت تجربة حلوة ويعني واجهت صعوبة في بدايتها يعني تعرف صحيح أن أقدم مثل هذا المحتوى بسنابي لكن طابعة تلفزيون غير السناب السناب تأخذ راحتك تتكلم على كيفك تصور وتوقف تعيد التصوير على كيفك لكن التلفزيون يعني في رسمية أكثر شوي ويمكن قصتك بعد حتى شريكك شوي نكبك إذا يواهقك والله ما عليه شريكي ما يقص بالنكبات يعني بورزيقة أنا أول مرة أقابله في هذا من أول مرة أعرف بورزيقة بهذا البرنامج فواجهت صعوبة في أني أدخل معه جو في الفداية برنامج لما مثلا عندك الشخص الوحيد الذي أول مرة أشتغل معه سعد الخنفري دخلت معه على طول لكن بورزيقة هو جوه غير وأنا جوي غير صار التماس صار التماس هو بحر وأنت بر أيها بالضبط لكن الحمد لله بالنهاية عرفت له وهو عرف لي وصرنا يعني نشيل بعض يعني لو يلاحظونا المشاهدين في بداية الحلقات حلقات البرنامج ما كان فيه تناغم بالأخذ والعطاء وكان فيه يعني شوي نشاز بأداء الأخبار لكن الحمد لله بدينا يعني نأدي حلقات جميلة هنا هنا فيه تغريدة غريبة شو تفقها اشتاعك تقول نورة اللي يحسب عطساته أغرب خبر شفته من ذلك شو الخبر هذا اللي يحسب عطساته تي واحد يحسب عطساته هذا واحد هذا واحد طال عمركم جاء في باله أنه يريد يعرف كم يعطس عطسه باليوم فتطور معه الموضوع صار يريد يعرف وش الأماكن اللي يعطس فيها أكثر وش الأوقات اللي يعطس فيها أكثر فأكتشف أنه بالدوام يعطس كثير فترة الصبح إلى الظهر وهذه أكثر فترة يعطس فيها إذا صح من النوم بعدين حاول أنه يعني يوصل عدد معين من العطسات صار يعد عطساته أكثر من يوم يعني فقال إذا وصلت الخمسة ألاف عطسة أبا وقف يوقف عد يوقف عد خلاص يوم وصل العطسة رقم خمسة ألاف ما قدر يوقف يعني صارت زي العادة عنده تلازمة أي خلاص صار يعني هو بالبداية كان في نوته بمخبواته أول ما يعطس يسجل العطس بالمكان الفلاني الساعة الفلانية إحساسي إحساسي وأنا أعطس وش الشيء اللي أفكر فيه يعني يسجل ملاحظات كاملة عن العطسة وابتلش بها العطسة والحياتة أيوه صار يعني يقول زي اللي ما أقدر أترك الموضوع هتعودت عليه صار جزء من روتين حياتي يتكلم عافية علي الله يعافي ومع هذه العطسة الأخيرة نشكرك على حضورك وعلى أيضا إفاتك وعلى كلامك الجميل حول البرنامج والتجربة الجديدة الله يسعدك ماذا تقول أحمد؟ الضبع الضبع يقول ونطلع بعدها فاصل من عقدي جارة هذا ما نساها أحمد يقول نأخذها ونطلع بها فاصل قال الأخوها الضبع تحبني قالوا ضبعا ضبعا ليه تنخذنا فاصل قبل أن يسمع تحب والله قيل لكم ولكن أحمد أصر شكرا علي الله يسعدكم وشرفت الصراحة بسضافتكم وإن شاء الله يعني يكون برنامج عاجل وآجل عند حسن ضن الجميع بإذن الله بالعكس لله جميل وناجح واليوم كنا نناقشك على هذه الأصلاء الجميلة الله يسعدكم وإن شاء الله نلتقي بكم في برامج أخرى إن شاء الله بإذن الله على خير أجل فاصل وبعد فاصل مواصلين بإذن الله نرتقي خطوة وخطوة والأمل فينا يزيد كل يوم نعيش حلم نحلم بحلم جديد نتعب ونزرع ونحصد ننجح وننجح